موسيقى تعال يقول بقول لك تعال باش بيجي يا صهرة بيتي يا صهرة اهلا اهلا يا ست الكل يا اختي مش تقول ان معاك يا ديوك اه معايا ديوك خش يا حربي فضل بيت بيتك بقول لك فيديك يا معلم شوف المعلم حربي يشرب ايه مش هتاخر عليك من عنايا يا معلمة فضل موسيقى تشرب ايه يا سحر؟ هو انت اسمك صهرة؟ سعيدة باذن الله دم الخبيفة بيتك ده بس من ذوقك ما قلت ليش تحب تشرب ايه؟ اي حاجة على بازجك يا امر انت بس كده من عنايا اوعا موسيقى 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 ل يا ادي خلاط موسيقى من ذرف Bruز موسيقى اشتركوا في القناة اتفضل يا سيحاربي ده ايه ده يا بيت فخفخينة هي حصلت بس دو وقل لي ايه رأيك ها عجبك الله شوف يا بيتها صهرة كون لما جيلك هنا عايزك تفخفخيني انا حب تفخفخها على اخر انا انت تأمر يا سيحاربي ما تشوف الشغل جاء بيته بطلي ما يرسل ولا ماضي من عناها يا معلمة تحب اعملك فنجان قهوة يروق دمك مش عايزة سم هاري شو بشغلك امرك يا معلمة اوها تكون البيت دي سطعتك برغيات بس والله يا معلمة دماء خفيف قوي عارف يا حربي انا مبسوطة من نفسي قوي ربنا يبسطت كمان وكمان يا معلمة بس لما اخذها يعني قادر اعرف ليه عشان نظريتي في النصر بتخيبش انا من اول ما شوفتك حتى من قبل ما تخش السجن وانا قلت الوقت ده غير كل الرجالة اللي بيشتغلوا حوالي ربنا يجبر بخاطري يعني اقدر اقول كده ان انا نولت الرضا انا حب الرجل مفتح ولا تحت امرك يا معلمة في اي حاجة فاكر لما قلتلك هيجي اليوم اللي جربك فيه وانا مستني اليوم ده على النهار وهو جيه تعال اعوا بجنبي هنا عشان عايز اتكلم معك وانا عندي اول يا معلمة وتحت الامر والطلب فاكر اجارة رسوان اللي جم لحد المستودع عشان يتعدوا علي وهم دول يتنسوا لولو قفيتك جنبي انت وزين كان زمان بقى شاكل وحش قوي وكان زمان هبتي في المنطقة كلها اتهزت معاش ولا كان اللي يهز هبتك يا معلمة انا الراجل ده ليه عنده فلوس كتير قوي يعني ليه عنده حق مش عايز يديني فلوسي وانبلطق وبيكابر وكمان بيهددني انا بقى عايز اعلم علي واعلمه الادب واردوله الضربة الامين تلاتة في دمارك ترتيب معين الحقيقة لا انا عايزك تصرف انت المعرفتك الموضوع موضوعك خلصوا بطريقتك سيب الحكاية دي على ربنا وعلي يا معلمة بس ديني بقولك عشان ما تقولش المعلمة ما قالت ليش رشوان ده مش سهل وهو واصل قوي ويده طيلة ربنا قوينا عليها ولو احتاجت ايوتها حاجة رجالة فلوس اي حاجة شاور وانا اجبهالك رش يا معلمة لما اخذها انا مغيمة تزعلي مني رجالتك دول ما لهمش اي لازمة الحكاية دي خلصها نوزين بمعرفتنا في الدرق لكن انا عايزه منك دلوقتي بس يعني الفلوس حق الخردة اللي جبتها النهاردة واللي هجيبلك زيها كل يومين والتاني ايه مسك دول ايه دول يا معلمة الفين جنيه بس دول كتير اوي مايكتروش عليك يا حربي وبعدين موضوع رشوان اللي انا مدبساك في ده محتاج منك مصاريف كتير قولي بقى هتنفذ ازاي وامتاك لا مش عالسخان كده يا معلمة انا لازم في الاول اشامشم واشوف كده رشوان ده سكك وايه ونزام وايه بقى كده خطط على مقلي واقولك هنفذ ازاي وفين هو ده كلام العقل عين العقل طيب هسيبيك انا بقى معلمة عشان روح حاسب الرجالة زمانهم قاعدين مستنين على نار لا تسيبني ايه يا عهد احنا هنتغدى مع بعض عشان يبقى عيش وملح لما رجعلك حقك تالت ومتلت ساعتها بس حاجة تغدى وتعشة وافتر كمان مش هحسن برضو يا معلم اننا نستنى لغاية لما الوقت حيا بييجي بالمضة الوقت حار بيلاقيه مخنيس وهيارف الام الدور نمازين عصب ومتهور وهيولحها ويبقى كده هم اللي ابتدوا مش احنا روح الشيخ ونعمل بيتك انا مش قلت الترابيرزة دي تتشال من هنا كيمو تلاتة اشياء على ميا بيضة من الحنفية بتاعتي الوقت حرب تأخر كده ليه الغايب حجيته معا اسيد الناس يخوف اللي يعملها وياخد الفينيوس ويكوت لا دقرم حرب ما اعملهاش معقولة يسرع عرق الرجالة ويهرب لا ليه لا اسيد الناس انت ناسي اصله مش حارب ده برضو ابن بيعت الخضر اللي كانت بتسرح بفجل وبعدين ما تنساش يا معلم انه ودي ودي سجول طب يا مين بالله ده يعملها ويعمل ابوها كمان وعلى رأي المسل اللي تحسابه موسى يطلع فرعود لبك ركيبك عم الهيئة وهو محدش يجيب سلط المعلم حربي هوا مش موجود انا قلت انت مالك انت يا لب هو حد يدسلك على طرف واعد يا بركة وصيبك منهم انت مش شايف عمزين بيقولوا ايه وانا جده وانت مش عايز انت ارفز واعد يا بركة وكبر مخك انا مخ ده اللي يكبره هو الوقت بركة ده عنده مخ من اصله ده اللي يدور عليه اليوم شايلين مخه وحطين مكانه حبة البركة البركة انا هو بركة مجاش معاك لي يا زين ده اللي اخلص من نكلاس دي الناس لا بقى يا معلم الواد ده لازم يتوبت برا يا دورهم ايه هتعافوا على الواد ولا ايه هتعافوا على الواد وعلي تشدد الواد وعلى اي حد يعالي يحسوا في المنطقة دي كلها اه دي الحكاية جر الشاكل بقى لا جر الشاكل ولا حاجة يا زين بركة قليل الادب ولازم يتعلم ازاي يكلم اسياده خلي الموضوع اللي علينا احنا يا معلم انا اقرف ربي وربي اللي يشدد له اللي حادي يا زين اللي هيلمس بركة هاخد عمره يبقى انت اللي صحيت الشيطان اللي جوا يا زين ولو صحي مش هيعرف في نام وبقى عليه يا رجالة استنى منك لو ايه رجالة فيها معلم ابا ضايا هو ده اتفاقك مع معلمة انشراحة معلمة انشراح قالت ان انا متعداش على حد ودحقها انا معايل تيوي زي داي هزا الرجالة بتوعي معداش ابدا معليش يا معلم ابا ضايا مسحة فيه ما عنديش الاوبشن ده انت بتتلكك بقى ابا ضايا اسم المعلم ابا ضايا انا المعلم ابا ضايا والزين عينضرب يا عنا عينضرب ووما انفعش يا رجالة افتح علينا المطوى في قلب المنطقة ونوفى ستين ولا ايه يا جدعان انا لا هنخ ولا ههر برابرة انا مش جاية تخاني يا معلم ابا ضايا انا جاي حاسب الرجالة وادل كل واحد حسنته واتفق معهم على شغل بكرة كمان بس الظاهر بقى رجالة ان المعلم ابا ضايا مش عايز حد غيره يسترزق في المنطقة والظاهر كمان ان انتم مفقين على الكلام ده خلاص احنا مش عايزين نولعها احنا هنسيبها له مخدرة ونمشي من المنطقة دي خالص اما انتم بقى فربنا يكون فعونكم وربنا على المفتري وقطعين الارزاق عم رزا امسك عم رزا انا عايزك تحاسب الرجالة دي كلها وتكرمهم اخر كرم وتديهم الطقطعين كمان عليش يا رجالة كان بودة اخدمكم ومكرمكم لكن اعمل ايه بقى ربنا على المفتري او مباركة يلا بينا زين انا فيني يا حربي البناء ادي حسن من غري هتروح فيني ابني انا امشي بقى